اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الربحية بحداتها للشركة تعتبر بلقويت في لبس بعض المرات لانا واحد ناس يقول لك ارباح بس يقصد فيها مرات توزيع الارباح مرات يقصد فيها ربحية الشركة وهذين الشيين مختلفين انزل خنت اكلم عن شنو معنى هل شنو الفرق بينهم اول شيء الشركة لما تعطيها انت فلوسك هي تستثمرها مثلا خنقول تبيع اكله وتبيع بنزينة واللي اللي النشاط الشركة تطلع منها ربحية اللي هو عائد على فلوسك بعدين هي الشركة تقرر هل أنا أقدر أستخدم هالعائد هذي طلعتك هنقول أنت عطيتهم 100 دينار وهم طلعوا علي 10 دنانير فحينما صار عندهم 110 الشركة تقرر هل في فرص استثمارية نحتاج ويدبلوي ل110 مالتك ولا لا إذا إيه ما عطوك توزيعات اللي هما ما عطوك أرباح بالكويت إذا لأ وزعوا عليك أرباح إنزل فشنو هذا كله معناه ليش قلت لكم هالفكرة هذه البسيطة الكمية توزيع الأرباح أو حجم توزيع الأرباح ما لا علاقة بكواليتي مال الشركة أو كان الشركة زينة ناجحة أو مناجحة فأنت تلاقي شركات عالمية كمثال عندك جوجل وفيسبوك ما يعطون ما يوزعون أرباح بس هذا لا يعني أن الشركة غير ربحية بالعكس الشركة ربحية بس الشركة عندها فرص للاستثمار عشان تكمل على الـ Growth Mall فما ترد الفلوس حق المستثمر تقول له أنا فلوسك هذه أقدر أعطيك عليها عائد اللي أنت تتوقعه مني فعشان تذي ما رح أوزعه عليك أما في شركات يقول لك لا والله أنا ما عندي فرصة استثمارية عشان أستخدم فيها الفلوس اللي أنت معطيني إياها زائد العائد اللي أنا أردي تراكم على الفلوس اللي أنت معطيني إياها فأنا شب أسوي ببتدي أرد لك فلوسك لأن أنا ما عندي استخدام حق فلوسك أو ما عندي استخدام يتيح لي إني أعطيك العائد اللي أنت تتوقعه مني انزل الحين هذه شوية وضحت الصورة من ناحية الفرقية بين الربحية والأرباح شنو عندنا إحنا وايد من الأقلاط اللي أنا أشوفها إنه وايد ناس يقول لك أنا الشركة هذه أبي أشتريها لأن أرباحها عالية وهذا 100% شيء غلط لأن مثل ما قلنا الكواليتي مال الشركة ما لا شغل بنسبة توزيع الأرباح لا شغل بالربحية بس الربحية هي مو نفسها بنسبة توزيع الأرباح في شركات ربحياتها وايد عالية وتوزيعها صفر وفي شركات توزيعها وايد عالي لكن ربحياتها حيال مو زينة والشركة يعني تكون مو الكواليتي مالها نازلة عشان تذي قاعد شنو يساون قاعد يوزعوني وزعوني وزعوني يرد الفلوس لأنه هو خلاص شركة مالتها مو زينة وايد 100% فإذا تأخذها بهالناحية توزيع الأرباح يعتبر نوعا ما شيء سلبي لأن معناها الشركة قاعد تقول لك إن أنا ما أقدر أستخدم فلوسك ما عندي استخدام جيد لفلوسك فأبردلك إياهم فلما نشتري شركات لازم ما نشوف نسبة توزيع الأرباح أو كمية توزيع الأرباح كثير ما نشوف ربحية الشركة ونشوف فاكتر ستانية اللي يدل على كواليتي مال الشركة هالفاكتر هذا اللي يوائد ناس ممكن يستخدمونه لتحديد أي شركة يشتري 100% غلط ما يصير تشوف التوزيع لازم تشوف الربحية التوزيع هو نسبة من الربحية والشركات الزينة عادتها ما توزعوا لأنه عندها فرص للاستثمار عشان they achieve the growth نزل خنعطيكم مثال بس عشان توضح الصورة إذا لحين ما وضحت ما نعتقد هي واضحة حيل لو أنت حين عندك أنت تعطيني 100 مليون نقول لي روح اشتر فيها أراضي وأنا أشتري ب100 مليون الأراضي الحين أي شنو أي الأجار خنقول عجارك السنوي خنقول 10% فأنت حين صار عندي أنا 10 مليون دينار من أجارات إذا شسوي بال10 مليون هذي إذا في فرص استثمارية أنا راح أروح اشتري فيها عقارات زيادة إذا ما في فرص استثمارية أقول لك شوف أنت الأمية مليون مالتك شرت كل شيء اللي متواجد فالحين أي شيء زيادة تعطيني فلوس أنا ما عندي استخدام له فهك انت أخذه نفس العملية تنطبق على الشركات أنزل لما أنت تشتري شركة عموما لازم شو تسوي لازم أنت تفهم الفكرة وراها الشركة لأن أنت لما تشتري شركة أنت قاعد تستثمر بفكرة فأنت لما تشتري شركة عشان توزيع أرباحها أنت عادي الفكرة اللي مالت الشركة ما تكون عجبتك ولا تكون فكرة زينة فإذا ما تكون واعي علشانو قاعد تشتري وعالالكواليتي مالت الشركة وتقيسها بمقاييس غير توزيع الأرباح راح تقدر يعني أنت راح تقدر تنتقي الشركة الزينة وفي حال ما سويت هالشغلة أنت فيه احتماليك أن تكون أنت قاعد تتمول فكرة أنت مو مقتنع فيها بس هي الفكرة شنو ملبسة بإسم الشركة ونطاقها وموظفينها بس هي ترى الشركات كلها اللهم فكرة أنت قاعد تستثمر بفكرة فلازم تكون واعي أنت شنو قاعد تشتري وشنو ما قاعد تشتري لأن أنت على أساس قاعد تمول يا فكرة زينة يا فكرة مو زينة نزيل حتى لو أنت مستعد تخسر فلوسك شنو المشكلة لما يصير فيه تمويل لفكرة غير زينة اللي يصير يصير الماركت ككل السوق ما هو عملي ليش؟ لأن المستثمر المفروض المفروض حسب كل الثيريز سنو مدير فايننس لازم يكون عندك عائد تتوقع على فلوسك المستثمرة وهذا العائد يتطابق مع الخطورة اللي أنت ما اخذها فأنت تاخذ خطورة مثلا 10% أنت كمستثمر تتوقع أن العائد مالك على هل استثمار يكون مثلاً خنقول 10 بالمية So 1 to 1 ratio أنت ما تبي تشتري تستثمر بشركة ما تقدر تحقق لك العشرة بالمية مالتك هذه فأنت من يكون عندك العشرة بالمية أنت بس تعطيها حق الشخص اللي أنت تثق 100 بالمية بفكرته وتشوف أن فكرته ممكن تعطيك 10 بالمية 10 بالمية ربحية ما هي توزيع أرباح ربحية أنزل إذا أنت الشركة هذه ما أفشلت أن توصل حق العشرة بالمية مالتك أنت المفروض تسحب فلوسك بس بالكويت شنو يصير وايد مستثمرين بما أنه هو المقياس الوحيد اللي قاعد يستخدمه اللي هو نسبة توزيع الأرباح فأهو مثلاً أعطوه نسبة توزيع أرباح وقدرها بس أهو ما قاعد يشوف إذا الشركة حقيقة الربحية اللي المفروض تحققها عشان توصل إلى العائد اللي هو المفروض يتوقع من الشركة والمفروض الشركة دليفر زون الشركة المفروض تعطيك 10% مالتك كربحية مو توزيع أرباح بس يصير الموضوع فيه وايد خربطة لما أنا كمستثمر بس أشوف على توزيع الأرباح يا أخي توزيع الأرباح شي غير مفيد كلش في تحديد فكرة زينة من الفكرة الشينة الفكرة اللي فيها ربحية من الفكرة اللي ما فيها ربحية في شركات ممكن تخسر فلوس وهمتع توزيع لك أرباح ما في مشكلة ممكن أنا أتسلف عشان أوزيع لك أرباح بس أنا شركتي قاعد تخسر فلوس فأنت قاعد تمول فكرة قاعد تخسر فلوس قاعد تهدم الفاليو اللي انت بنيتها وليش أقول كلمة قاعد تهدم الفاليو اللي انت بنيتها مثلا انت كل دينار تملكه وتستثمر بفكرة هذا الدينار يعتبر مخزن لجهدك زائد وقتك ممكن يكون جهد بوك زائد وقت بوك ممكن يكون مثلا انت يوم من الأيام خذيت رسك كبير وربحت فيه كل هذا التعب مالك الرسك تعب بوك وقت بوك وقتك دوامك روحه ورده كل هذا مخزن بهالدينار فانت هالدينار لازم تجيد استعماله كمستثمر فانت ما تعطي هالدينار إلى فكرة خاسرة وانت بما انك اذا انت ما تستخدم المقاييس الصح انت ما رح تقدر تفرق بين الفكرة الخاسرة والفكرة الزينة اللي تطلع لك عائد اللي انت تستقبله فمو بس عندنا مشكلة ان الناس يستخدمون المقياس الغلط عندنا هام ناس لما يستثمر ما عنده فكرة وهو شنو المفروض يتوقع انت لما تعطي الشركة لما تعطيني فلوسك عشان تستثمرها بشركتي لازم انا اقول لك انت حلما تشتري مثلا سيارة تقول له انا باخذ السيارة وبعطيك عشر تلاف انت متوقع ان تلك السيارة يديدة وهو الوكالة توقع ان تعطيه عشرة تلاف كاملة نفس العملية هي هي الترانزاكشن بالاستثمار انا براح امول فكرتك بس انا بالمقابل انت تعطيني عشرة بالمئة وانا لازم عندي القدرة على القياس حل عشرة بالمئة وصلت ولا ما وصلت شنو ليش ما وصلت ليش وصلت فعلى هالاساس نقدر نشتري شركات بس شنو المشكلة انه نستخدم مقاييس غلط في شراء الشركات وكل اللي قاعد نسويه انه نبتدي واحد ممكن انه نمول فكر فاشلة او شركات ما هي تكون 100 بالمئة ناجحة ثاني شي ممكن احنا نبتعد او ما نمول شركة اللي تصج تستاهل ان تتمول لان هالشركة تكون ناجحة ويا ما شفنا بالكويت وايد مستثمرين لانهم قاعد يركضون ورا توزيع الارباح فتلاقي مثلا يشتري شركة تغذية او غذاء كبيرة ممكن هالشركة ربحيتها حيل عادية اذا اصلا فيها ربحية بنفس الوقت ممكن في تلاقي مثلا مطعم يبي تمويل وهالمطعم هذا رح يربح يعني ناجح فكرته زينة بس شنو لان المستثمر ما هو واعي البيهيفير ما له ما هو راشنال لما اقول راشنال قصدي انه المستثمر ما قاعد يزيد او ماكسمايز يصير فيه الالوكيشن يصير فيه الالوكيشن دارس فايننس ويعرف هالشي فلازم تتعلم اولي اشياء اللي قتكلم عنها تراحية البسيطة تتعلمونها بفيديو فيديووين بيوتيوب الشي الثاني اذا انت ما تقدر تتعلم لازم تعطي احد متعلم يسوي لك هالعملية او ياخذ لك هالقرار اه لانك اذا انت تحاول تاخذه بروحك اهو تشنة مثلا انت تلعب كرة مع اول مرة بحياتك تلعب كرة مع لاعبين عالمين اشكره ما راح يفوزون عليك فهذا اللي قا يصير بالماركت على اقل بالكويت انه عندك واحد ناس ما يدرون شقا يسوون وعندك اقلية يدرون شقا يسوون فانت ما يصير كمستثمر انك كدش بالاستثمار وانت موفو امية بالامية فاهم المقاييس اللي تستخدمها لقياس اداء استثمارك انزل اخر شي باقول لكم بما ان توزيع الارباح ما هو شي مهم الربحية اهم فانت لازم تشوف انت كمستثمر بنهاية اليوم تابي فلوسك تزيد تابي اليوم تعطيني عشر دنانير بعد عشر سنين اردلك ياه مية دينار مثلا فانت في طريق فانت بدلا تروح تركض او هذا يعطيني اربعة بالمية توزيع ارباح هذا يعطيني خانسة بالمية لا انت شوف الشركة قيمتها الكلية كم قاعد ترتفع كل سنة الى سنة لان هذه هي قيمة استثمارك عشان اعطيكم مثال حق شركة اللي ما توزع ديفيدنس ما توزع ارباح صفر قل عمرها ما وزعت ولكن ولكن قيمة الشركة ارتفعت في خلال عشرين سنة 2273 بالمية هنكرر الرقم 2273 بالمية فانت دينارك اه 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 ابرشييتد او غرو ات 2773 بالمية كعائد فانت هالشركة هذي تقدر تشتريها تنطرع لها عشرين سنة وتبيحها انت طلعت وايد فلوس عائد ممتاز و بنفس هالفترة هذي كلها انت ما استلمت ولا لتوزيع ارباح اهي اللهم قيمة الشركة زادت وانت شريتها بالنخيص وبعتها بالغالي هذي الشركة كانت امازون وليل الحين ما يوزعون ارباح ولكن مثل ما انت كلكم شايفين قيمتها حيل عالية وتعتبر اعتقد من top companies with S&P 500 انت هذي هذي episode 28 of the Wahab Experience podcast until next episode have a good day يالله بي اشتركوا في القناة